أقل وزير تجارتي الجزائرية طيب زيتوني أن المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا بلغت خلال 11 شهرا من عام 2024 414 مليون دولار في أعلى قيمة لها منذ سنوات زيتوني وخلال إشرافه على إنعقاد منتدى الأعمال الجزائري الموريتاني بيتندوف أكد أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت ارتفاعا بنسبة 82.8% مقارنة بعام 2022 مشيرا إلى أن الجزائر تولي أهمية لإقامة المعارض التجارية والاقتصادية ومنتدايات رجال الأعمال بهدف إبراز الإمكانيات الانتجية لقد سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا في 11 شهر لسنة 2023 أعلى قيمة لها منذ سنوات حيث بلغت 414 مليون دولار بعدما سجلت سنة 2027 مليون فاصل 2 دولار وذلك بارتفاع قدره ب82 مليون وسعيا مننا لمضاعفة المجهودات المبذولة لتطوير التجارة البينية بين الجزائر وموريتانيا فإننا نولي أهمية كبيرة لتنظيم المعارض التجارية والاقتصادية ومنتدايات رجال الأعمال